واجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الشكر إلى مصر على جهودها في معبر رفح وخلال جلسة مجلس الوزراء طالب أشتية بوقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة مشيرا إلى أن إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني نطالب وقف العدوان والمجازر والقتل الجماعي والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك قتل الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وقطع المياه والكهرباء والاتصالات وتجويع الناس وقصف المدارس والمساجد واحتلال المستشفيات وإخراج المرضى والأطفال الرضع والخدج هذا القتل بهدف القتل وبروح الانتقام وبهدف التهجير الذي يقاوم شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة ورغم فضاعة ما يجري في غزة إلا أن بعض الدول لا زالت ترفض وقف إطلاق النار مما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل ويظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كافة المعاهدات الدولية اشتركوا في القناة